السلام عليكم يا أحلى وأغلى مشاهدين أحبابكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أسماء كرم اليوم سنحضر معكم إن شاء الله كيكا تجي غزالة رائعة جدا بمكونات اقتصادية وبسيطة كما ستشوفوا معي سنحضرها بالماء فقط بدون بيض ولا حليب ولا زبدة ولا ياغورت كتجي شيشة وفتية أكتر من رائعة كما ستشوفوا معي ولا يجازيكم بخير سنطلبكم لأول مرة كيشاهد القناة دي كنتمنى إنه يشترك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد ومرحبا بكم وألف مرحبا وما تدخلوش لي بتعليقاتكم وبلايك الله يجازيكم بخير باش تشجعوني ونزيد القتام إن شاء الله واندزوا المقادير وطريقة التحضير نبدأوا على بركة الله كنحتاجوا لكأس من سقر حبيبات كنضيفوا ملعقة صغيرة من فاني وكنحتاجوا أيضا ثلاث ملاعق من القاكاو أي نوع دي القاكاو عندكم ستعمله لازم البنات تغرب له بحالة الشكل هذا لإنه كيكونوا في واحدة قويرات وكنضيفوا تقريبا كأس دي العنبا فهل الكأس اللي أنا عبرت به الماء يعني الماء ضروري لبنات يكون دافئ الماء دافئ ما يعادل 160 ميليل تقريبا كأس العنبا فهل الكأس أنا عندي بحال كأس العنبا كنخلط المكونات مزيان بهذا الشكل عاد كنضيفوا نصف كأس من الزيت النباتية ونحركوا المكونات مزيان تكي نسجموا مع بعضياتهم كي مشتوا معي الكيكارة مكوناتها بساطين والآن كنضيفوا التقيق تدريجيا لازم البنات يكون التقيق مغربل فأنا غربلتوا من قبل ونضيف كيس من خميرة الحلويات ما يعادل 8 جرام ونحرك المكونات مزيان تكي نسجم التقيق مع هاد المكونات بالنسبة لكمية ديال التقيق البنات فيقدر ياخد معكم اكتر يقدر قل على حسباني النوعية ديال التقيق فأنا اخذها معي سبعة ديال مع القبار انتم ما يقدر ياخد معكم قل أو لاكتر كما قلت لكم المهم انكم تلاحظوا معي القوام كيف غادي يخرج شوفوا معي الآن القوام ديال الكيك ديالني ما يكونش تقيل ما يكونش خفيف يعني بهذا القوام هذا كما شفتوا معي والآن كندوزوا المول اللي انا وجدت فهدهنتوا بالزبلا او اللي بالزيت المهم نمتوا بفرع عندكم ورشيتوا بالتقيق بالنسبة لقطر ديال هاد المولة اللي بنات فاربعة وعشرين سنتين وكنفرغوا الكيك ديالنا في القالب وكنحاولوا نخبطوها هكتشوية مع الارض وكندخلوه الفرن تقي طيب على نار مهيلة ها هو الكيك ديالنا من بعد ما طابكي ما كتشوفوا معي كيجي فش فش وشيش بزاف ممكن تسقيوها البنات ممكن ما تسقيوش لانه شيش وكيجي معلق فانا درك هنا شوية ديال قهوة سريعة التوابان غير ملعقة صغيرة والماء عادي غير من روبيني وكنسقيها ويكتكون سخونة فهاد الاثناء البنات كنخليها جانبا كندوز نوجد القاناش اللي غادي نجير معها اللي هو بسيط بزاف ثلاثة ديال ملاعق ديال القاكاو وجوج ملاعق من الصقر حبيبات وملعقة من نشاط دورة يعني ميزينة وكأس من الماء يعني كأس العنبا من الماء عادي غير من الصنبور كنخلطهم هكذا يعني باردين نحركوهم مزيان بالنسبة القاكاو والبنات اللي لازم يكون مغربل كنكدع ليه باش ما يجي لكم شحو بيبات ويجي قاناش خيب كنوضحوا فوق نار مهيلة تقيع قد معنا الخالط كم مشتوا معي كنحرك يعني كنحرك تقيع قد معنا الخالط بهذا الشكل هذا كنضيف لي في هذه الأثناء واحد ملعقة من الزيت النباتية او الزبدة اللي يمتوفر عندكم كتعطينا واحد اللمعة للقاناش ديالنا شوفوا معي كيف كيجي رائع وبمكونات بساطل وكنزو من فوق النار وكنكبو مباشرة على الكيك اللي ضروري تكون بردات والقاناش كما كتشوفوا معي راه سخون كنحاول نوزعه على الكيك بهذا الشكل هذا ونحاول ندير هاد العملية هادي باش يتساوى يعني السطح ويجي زوين ورائع ويغبط القاناش مع الكيك يعني كيجي اكتر من رائع كنخلي هنا تكيي بردليه شوية غير جانبا يعني ما ندخلوش للكلاجة وفي هاد الاثناء هادي كندوب بشوية ديال الشكالات الابيض تقريبا خمسة لقطاع ديال الشكالات يدك صغير ديال اربعاد ريال شخمسة لقطاع ولا ستة كندوبهم في حمام مائي كنديرهم فحل بلاستيكا يعني صغيرة عادية بلاستيكا يعني عندنا في الكوزينة كنحاول ندير هاد الشكل هاد الحالة زوني هادا والان كنجي بواحد السكين ولا اللي مطوفر عندكم وكنقوم هاد الخطوط هادو كما كتشوفوا معايا فانا كنهبط من الاعلى الاسفل والان كنحاول نمسح السكين وندير العكس يعني نجي من الاسفل الاعلى الوسط ديالك كما كتشوفوا معايا فان هاد العملية كان ديها غيب شوية يعني ما صرتش الفيديو يعني فاضل اللحظة هادي باش شوفوا معايا الطريقة وبنسبة لمبتدئات الاكيد باش شديهم سهلة كيجي زوين بزاف بهاد الشكل هادا وكنتمنى انكم تجربوها فعلا نراها بسيطة بسيطة البنات وكتوجد بسرعة وبنسبة الكيك البنات من يدخلوه للفرن لازم الفرن يكون هي متوسطة كما يكتلكم قبيلة لان هاد الكيك يطيب بسرعة ديالكاكا ونردوه معاها البال وكيكون هادا هو الشكل النهائي ديالكيك كيجي اكتر من رائع جدا بمكونات بساطين وبمقادر يعني ساهلين ومطفرين في كل بيت وتكوني تانتي فرح توليداتك يعني غير من القليل در ناشي حاجة زوينة وفعلا كتستحق التجربة لانه كتجي رائع جدا مقراتش البنات مقطع معكم واحتريف بس شوفوا هكيف كتجي من الداخل شحال معلقة وكتدوب في اليد قبل ما الفم ولا كالقناش والشكلات مازال ما بردوش وغادي ياخدوا وقت اللاجيني حتى يبردوا انا غادي نخرج عندي ما نقضي المهمة البنات اللي عجبكم الفيديو بارتاجيوه مع الاهل والاحباب باش تعمل فائدة وما تدخلوش علي الله يرحم لكم الوالدين بتشجيعاتكم ولايك ونخليكم في امان الله وحفظه اشتركوا في القناة